في عنوين النشرة في انتظار كلمة السر السعودية الحريري لفرنجيه أنا تعبان هو دعم سليمان الفرنجيه بعد ما تراجع عنه هل هذا يعني أنه ما بايت راجع عنه أبدا أبو فعور حجة إلى الرياض وزار السرايا وعين التيني وقلب بسيل على التفاح الجمل بما حمل هدية أهل الشمال لللواء إبراهيم خاتمة التقوى والسلام ضياع بين القرار الاتهامي والمعلومات في أضايا مذكورة بمحضر التحقيق ولكن غير مذكورة بالأرار الاتهامي روسيا تكشف مضمون وثيقة اتفاقها مع أمريكا بشأن سوريا موسيقى 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 مساء الخير بين إفلاسين اختار الرئيس سعد الحريري العماد ميشيل عون مرشحا لرئاسة الجمهورية لكن أعلان هذا الخيار كان أصعب من تبنيه فزعيم تيار المستقبل يجري عملية فك ارتباط تدريجية مع سليمان الفرنجيه لم يبلغه سحب الترشيح لكنه مهد للخطوة بتبريرات تبيح المحظورات وتفتح الأفق على خيارات رئاسية متعددة يتقدمها ميشيل عون على أن الهبوط الاضطراري للحريري سيحتاج إلى عملية تزييت داخل البيت الأزرق وعمليات استطلاع سياسية فوق الأجواء السعودية ففي العقبة الداخلية تبرز تيارات زرق معادية للتطبيع مع الرابي وترى في ترشيح عون خسارة سوف تتراكم على كاهل المستقبل شعبيا فضلا عن أن للحريري خصوما بات زعامات وأقطابا مهمة الحريري ستكون في إصلاح ذات البين وفي الانتظار تكون الرؤية السعودية قد انقشعت والتي قد تترك له حرية الخيار وأن يتدبر أمره السياسي بنفسه وهنا نقطة الغموض العالقة التي كانت اليوم محور تساؤل جامع بين معظم المقار السياسية وأحد لم يملك الجواب لذلك جرت عمليات مطاردة دؤوبة للوزير وائل أبو فعور الذي زار السعودية وما كان غامضا مع الحريري جاء أكثر غموضا مع وزير الصحة لناحية الرأي السعودي في ترشيح عون إذ أن وزير خارجية جنبلاط إلى الرياض طاوع الحالة السياسية المتكتمة وجال على عين التين والسرايا من دون إفصاح عن التداولات السعودية على هذا المشهد فأن غدا هو يوم تعطيل عادي وجلسة الثامن والعشرين من أيلول ستضيف رقما بلا رئيس على أن تسلك خطة الحريري مسارات التشاور بين بر أولا وعون ثانيا على أن الرابي أدت مناسكها السياسية اليوم وكأن ترشيحا لم يكن وأعطى رئيس التيار جبران بسيل التفاحة اللبناني ميثاقية وأهمية فاقت أكلة تفاحة الرئاسة الرئاسية في انتظار قطفها هو كساد سياسي لا ينتج تصريفا للأزمة مع إغلاق الأسواق العربية أبوابها على لبنان وما على اللبنانيين سوى التصرف على مبدأ المتاجرة الداخلية كمن يعب الرئيس بالسلة ومع الخاسر الأول سعد الحريري تصبح عملية البيع والشراء كسوق أبو رخوصة والمزاد سيبدأ من رئاسة أولى إلى رئاسة ثانية للتموضع تحت سقف الرئاسة الثالثة إذن الحريري الفرنجي أنا تعبين ما فينا نكمل هيك وعون خيار رئاسي اتخذ اللقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس طيار المرد سليمان فرنجي وجها واحدا هو التشاور وفيه طرحت كل الخيارات التي لم يسقط منها اسم المرشح العماد ميشال عون طيارة كانت إيجابية الجو كان إيجابي وغد سليمان فرنجي مستمر في ترشيحه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحريري لم يبلغنا وحتى لم يعني ما كان فيه إشارة بأنه هو بوارد يسحب الدعم بس بهيدا كمان الزيارة تحديدا طرح العماد عون خيار على السيحة من قبل الحريري طبعا يعني ما في شك أنه فيه حوار مع العماد عون بين تيار المستقبل والجنرال عون فيه حوار وهذا الأمر معروف وبيعرفوه كل الناس طرحت كل الأمور بحثت كل النقاط وكان فيه صراحة بالحوار شو كانت الرسالة اللي حملا بارح الرئيس الحريري لبنشع هل فينا نجزم أنه هي استمرار بالدعم أو هي تمهيد لدعم مرشح آخر يعني زيارة الرئيس الحريري طبعا الرئيس الحريري ماعتبر أنه فيه ركود بالملف الرئاسي وهو بدويس على تحريك هذا الركود طبعا الرئيس الحريري فيه مبادرة هو أطلقه هو دعم الإسلامين الفرنجي بعد ما تراجع عنه هل هذا يعني أنه ما بقيت راجع عنه أبدا وعنتجهم الطرفين الذي بدأ في الصور بالعكس تماما حدا قابلك قال لي هذا الكلام بالعكس كان اللي كان كتير ودي وكانت الوجوه فرحة إذا بدك ما بالعكس تماما يمكن أوقات تلتقطي الصورة بلحظة معيني تظهر هذا الشيء بالعكس كان اللي كان فعلا ودي مصادر مطلعة نقلت إلى الجديد كلام الحريري في اللقاء حيث قال عشرة أشهر على مبادرتنا والملف نائم وأنا الوحيد اللي تعبين وما فينا نكمل هيك وتابعا لدي مروحة اتصالات سأجريها أبرزها مع الرئيس برري الذي لا يمكن تجاوزه والنائب وليد جنبلاط ومع أن رغبتي هي وصول النائب سليمان فرنجي إلا أن كل الاحتمالات مفتوحة ومنها مشال عون غير أنني لم أتخذ القرار بعد وختم التواصل سيستمر وأي خطة بديلة سأبلغكم بها وإن خيار عون مطروح لكن المسألة ليست مسألة أسبوع أو أسبوعين وأكدت المصادر أن تيار المرد قد فهم من زعيم تيار المستقبل أن المرحلة الانتقالية من فرنجية إلى عون ليست سهلة على الحريري ومن المرد رسالة إلى الحريري اللي بهمنا بشأ العلاقة مع تيار المستقبل أنه يكون الحوار صريح وإذا كان تيار المستقبل يغير رأيه ويروح باتجاه شخص آخر سواء كان العماد عون أو غيره وهذا حق أمنحه أن تكون الأمور بشكل واضح وبشكل في صراحة أما المصادر فختمت قائلة يبدو أننا أمام مرحلة تمهيدية من الاتصالات إلى أن يكون الحريري قد استحصل على كلمة السر السعودية التي لا تزال حتى الساعة غامضة لايال سعد قناة الجديد الرئيس سعد الحريري رأس في بيت الوسط اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية في حضور رئيس فؤاد السنيورة وأكدت الكتلة أن انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال المدخل الصحيح الواجب إلى حل أغلب المشكلات التي تعصف بلبنان في هذه المرحلة الخطرة التي تعيشها المنطقة والبلدان المجاورة الرئيس الحريري الكتلة بأنه بدأ بمشاورات مع كل الأفريقاء السياسيين لتفعيل العمل بهدف تسريع انتخاب رئيس للجمهورية مستعرضا التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وعارضا للجهود الحثيثة التي يقوم بها على أن تتابع الكتلة في اجتماعات مفتوحة قادمة هذه المستجدات مع دولة الرئيس سعد الحريري تشدد الكتلة على أهمية مشاركة جميع النواب في جلسة الغد لممارسة واجبهم الدستوري في انتخاب رئيس البلاد ومن أجل إنهاء الشغور في سدة الرئاسة هذا الشغور الذي ما زال يتسبب به حزب الله وهو بالتالي يضع البلاد في أحوال وظروف بالغة الخطورة على مختلف المستويات زيارة أبو فعور للسعودية لم ترفع من منسوب التفاؤل الرئاسي فما هي أجواء جولته في السرايا وعين التيني؟ لم يكن عن دوائل الخبر اليقين فوزير الصحة لم يكذب خبر التفاؤل الرئاسي الذي عاد به الحريري وطار إلى السعودية مفدا من النائب وليد جنبلاط لجس نبض السعوديين واستطلع رأيهم أبو فعور أبلغ رئيسي الحكومة تمام سلام والمجلس نبيه بري أنه ذهب في مهمة محددة وقالت المعلومات أنه التقى رئيس الاستخبارات العامة السعودية وما حمله أبو فعور في جعبته أن الرياض لم تبلغ الحريري موافقتها ولم تبلغه أيضا اعتراضها على السير بعون وقالت افعل ما تره مناسبا وتقول مصادر عين التيني أن بري لا يرى أن الطبخ قد نضجت بعد وأن الحريري نفسه يعاني من مشكلات داخلية واعتراضات من السقور في تيار المستقبل لانتخاب عون فهم يقولون لسعد أنت عم تخسرنا بالشارع بهذه التنازلات أما على خط بيت الوسط فأجواء الحريري تقول أنه أبلغ المعنيين بالمفاوضات الرئاسية أنه مذ أطلق مبادرته بترشيح النائب سلمان فرنجي قبل عشرة أشهر ولم تتحرك المياه الراكدة وهو بات يخسر معنويا وماديا وبين الخسارة والانهيار وبين عون رئيسا أقبل بعون الحريري المفعم بالأمل الرئاسي طلب موعدا للقاء الرئيس نبيه بري وأبلاغه ما توصل إليه لكن بري استمهل اللقاء حتى يلتقي جمبلات إذ أن الرجلين سبقوا واتفقوا على تأييد فرنجي للرئاسة الرابي تلقفت هذه الأجواء بارتياح كبير لكنها في الوقت نفسه تتريث في أعلان موقف واضح لأن التيار لا يلدغ من جحر الحرير مرتين ولم يشع رئيسه الوزير جبران بسيل الذي تحدث بعد اجتماع التكاتل التغيير والإصلاح التطرق إلا ببضع كلمات إلى ما سمى محاولات الوفاق بعدما أسهب في الحديث عن التفح كل من يسعى إلى تخريب هذا البلد بتخريب الوفاق فيه الوفاق اليوم اللي عم نشهد محاولات لأحقاقه كل من يحاول تخريب هالوفاق وتعطيل الشراكة ووقد الميثاقية بأننا سنتصدى له بكل ما أوتينا من قوة حتى الشهادة وشكرا وتقول المعلومات إن الحريري سيزور عين التين والربي في إطار مشاوراته لكن ذلك يبقى جعجعة حريرية من دون طحين إذا لم تعطي السعودية للحريري الضوال أخضر رمز القاضي قناة الجديد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يجول في الشمال ويلتقي قادة المحاور مطولاً انتظر أهالي ترابلس زيارة كالتي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى مدينتهم وإلى باب التبين تحديداً فالشوارع التي شهدت معارك دامية في السابق ذبحت اليوم الخراف ونحرت جملاً إكراماً للزيارة ونثرت الأرز والورد على الأمن الذي جال فيها وبين ناسها أنا مقتنع أن الأمن أولاً وأخيراً هو أمن اجتماعي وأن نكون بين الناس ما فينا نعمل أمن ونحن بعاد عن الناس الأمن هو أن ننزل على الشارع ونعمل أمن اجتماعي أولاً وأخيراً فينا نقول أن ترابلس أمن 100% اليوم؟ ترابلس أمن مثل بيروت مثل صيدة مثل صور مثل النبطية وحتى الصورة المأخودة عن ترابلس يجب أن تتغير باب التباني عاصمة ترابلس لازم تتغير ومتل ما شايفه أنت أنا مسؤول الأمن موجود بين الناس بيعتبر حالياً موجود بين أهل مثل ملاء ولو كأني موجود بجنوب من كانوا يعرفون بقادة المحاور سابقاً حملوا لواء الأمن العام ملف الموقفين الإسلاميين تباني 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 تلحضارة وأهلا وسالة باللواء وطالبين منه أعملنا كبير فيه بشأن الموقفين أهم طالب الموقفين اللي موجودين بالسجون والمطلوبين وهذا أهم شيء المطلوبين عليهم 13 ألف وسيعة نحن هذه الناس بنا نخلصها ونخلص بقى الملف صفحة ونطوي وعدكم بأنه يحرك الملف اللواء إن شاء الله وعدنا والزلمة كبير وبيضله كبير وكلمه لو ملقى تكلمه ما بيقول هذا الكلام وزلمة إذا وعد بيوفي إن شاء الله عز وجل إن شاء الله خير ومتعت له هام أما الحاجة الهام فاختارت التوقيت المناسب لوضع قضية ابنها المطلوب على خلفيات أحداث جبل محسن وباب التباني أمام اللواء إبراهيم أنا بدي يجيب ابني بدي يحطه بحضنه للاسية اللواء وبدي يقول له هذا ابني اعتبره ابنك وانصفني أنا ابني طفل عمره 22 سنة هلأ قاله 23 سنة نتخبى بغرفة وابل منه قاله سنة ونصوه هربا من محل لمحل ابني بيقولوا لي مطلوب خطير والله ابني ما أعمل شي يعني ابني أصده جبل تباني من الأساس صار يكبرونه ملفه لأنه ما قبل يسلم حاله زيارة اللواء عباس إبراهيم لطرابلس لقد ترحيبا من أهلها الذين لا يضعون ثقتهم إلا به أنا نتباني من البرونية من جميع عنها طرابلس نحن لللواء إبراهيم على مائدة الرئيس ميقاتي تناول اللواء الغداء وكان لنقابة المحامين أيضا حصة من زيارة اللواء إبراهيم حيث استهل جولته موقعا وثيقة تفاهم بين الأمن العام والنقابة تعاون ما بين هالمؤسستين العريقتين الأمن العام ونقابة المحامين لا تسهيل أمور المحامين بدواء العام لا تفعيل العدالة يعلم أهل طرابلس اليوم أكثر من أي وقت مضى أنهم ليسوا منسيين فزيارة اللواء تركت أثرها الطيب في نفوسهم وعلقوا أمالا كبيرة على استمرار الأمن في منطقتهم وأحقاق الحق في قضية أولادهم جوال الحج موسى قناة الجديد في الجزء الأخير من التحقيق الاستقصائي الخاص بملف تفجيري التقوى والسلام الجديد تكشف أن تحقيقات فرع المعلومات كانت كاملة لكن المحقق العدلي ارتأ الشاعرية على الوقائع ما ممكن يكون قرار مبني أقوى من هيك لأنه كثير أقوي ما في مشكلة إذا في صغرات يبتن ساد يبتن لغى ما في مشكلة إذن قرار اتهامي قوامه الثغر قد تطيل أمد المحاكمة لحين التحقق من الروابط المفقودة ما سيفرد على القاضي العودة إلى تحقيقات فرع المعلومات لمحاولة إعادة رسم شاعرية المحقق العدلي في إطار قضائي فهل يجد الأجوبة الوافية للسير بالعدالة؟ في أضايا مذكورة بمحضر التحقيق ولكن غير مذكورة بالأرار الاتهامي القاضي راح يكتب شعر بالأول ويكتب لنا بدي يبكينها بالأرار الاتهام مش شغلته يخلينا نتعاطف نحن مش شغلته يبكينها وشغلته يحط لنا وقائع فلنعود إلى البداية لكل جريمة دوافع تشكل أساس تحرك المرتكبين أما هنا وبحسب القرار الاتهامي فلا أسباب وراء الفاعلين لماذا وافق يوسف دياب على إفراغ حقده على عتبة المسجد؟ بس تكشف محاضر التحقيق بتخيل راح ينكشف هذا الشيء يعني هو آيل بمحلات لاش هو بتحقيقات الأولية حاكي عن عن إشياء صارت بسوريا عن إشياء صارت بلبنان عن جرائم استهدفت أبناء طايفته فحكي هذا طبعا لا يبرر هيك جريمة مثل اللي صارت يعتمد القرار بشكل أساسي على الاتصالات وهي الرابط الأبرز بين الشبكات لكن الأرقام تبرز كأنما بسحر ساحر دون ذكر ألية الوصول إليها وطبيعتها غالبية الأرقام اللي كانت مستخدمة هي أرقام شخصية أرقام رسمية معروفة غالبية الأرقام اللي استخدمت كانت الأرقام الخاصة حسب التحقيات مع الغوص أكثر في دوائر الاتصالات نعود إلى اسم خضر لطفي العيروني دور مفصلي قام به عبر شراء السيارات فكيف كشف رقمه؟ ولماذا لم يتم توقيف بائعي السيارات؟ بحسب محاضر التحقيق أنه خضر لطفي استعملوا لإجراء اتصالات زائد رسائل نصية زائد التزامن الجغرافي بداية الاتصالات الرقم الليبناني لخضر لطفي انبعت عليه رسائل واستقبل رسائل قدروا من خلاله يستنجوا أنه هذا التليفون عقد لخضر لطفي هذه السيارات تم شراءها السيارتين تم شراءهم مش تم تسرقتهم تم شراءها والسيارتين وتفخخوا ورجعوا وفاتوا على لبنان هيك الرواية الأمنية ورواية التحياء ورواية القرارة الاتهامة بتقول طيب اللي بيعهم السيارة شو خصوا؟ حتى من وصفت روايتهم بالضعيفة في القرار أطلق صراحهم فحسن جعفر الذي واكب دخول السيارتين المهربتين إلى الداخل اللبناني وأنس حمزي الذي تلقى اتصالات من أرقام أمنية أخلي سبيلهم من دون توضيح أو تبرير أنس حمزي جاييه اتصالات من رقم بيعتبره المحققين مشبوه والنيابة العامة بتعتبره مشبوه وقاضي التحقيق بيعتبره مشبوه شو زنبه أنس حمزي؟ كيف بك توقف واحد بدون ما يكون في دليل أنه مشارك بالجريمة؟ واحد ساهم بإدخال السيارات المفخخة طبيعي يكون بديرة الشبهة ولكن هذا الشخص هل هو متورط بالجريمة؟ هل كان يعلم أن هذه السيارات مفخخة وستستخدم بقتل مدنيين آمينين كانوا عم بيصلوا الجمعة؟ بعد ثلاثة أعوام من التحقيقات ورسم الخطوط كاملة من قبل فرع المعلومات بات من شبه المؤكد أن العدالة اقتربت لكن من أفرغ مواقف شخصية بدل القيام بواجبه هو من وقف رادعاً أمام الوصول إلى الحقيقة الكاملة حسان الرفاعي قناة الجديد التعطيل في مجلس النواب مستمر والحكومة تتستر على تقصيره في أداء دوره في منتصف الشهر المقبل يدخل مجلس النواب العقد العادي الثاني ويستمر حتى آخر السنة بعدما كان المجلس قد امتنع عن الاجتماع في العقد العادي الماضي يأتي ذلك في حين تنص المادة الخامسة والستون من الدستور على حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الوزراء في حال امتنع المجلس عن الاجتماع لعقد برلماني عادي ولأن صلاحيات الرئيس أنطت وكالة بالحكومة بموجب المادة الثانية والستين فإن هذا يفترض أن تطلب الحكومة حل البرلمان عدم أن يقاد المجلس طوال دورتين عاديتين متلاحقتين متتاليتين هو سبب من الأسباب التي تؤدي إلى حل المجلس النيابي بناء على طلب من السلطة الإجرائية رئيس جمهورية ومجلس المزراء ولكن نحن اليوم نعيش حالة أخرى تماما وكمالا وجود المجلسي صفى له طابع انتخابي أكثر مما له طابع تشريعي أليس كذلك؟ ما يقوله نائب رئيس مجلس النواب السابق يستقيم المادة الخامسة والسبعين من الدستور التي تقول أن مجلس النواب الملتأم لانتخاب الرئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ولكن ذلك يتعارض وجلسة تشريع الضرورة التي عقدها المجلس في عقد عادي أواخر عام 2015 تبرز هنا دعوة الرئيس نبيه بر قبل أيام المجلس إلى ممارسة دوره التشريعي وهو ما يعني أن مفاعل المادة الخامسة والسبعين لجهة اعتبار المجلس هيئة انتخابية حصرا انتفت وعليه مدام رئيس المجلس يعتقد بأحقية المجلس في التشريع حاليا ومدام المجلس لم يجتمع طوال عقد نيابي عادي فأن هذا يعزز مشروعية استخدام المادة الخامسة والستين من الدستور التي تنص على حل المجلس في حال عدم اجتماعه لعقد برلماني عادي يأتي ذلك في حين أن أسباب التمديل الثاني قد انتفت مع إجراء الانتخابات البلدية أكد المجلس الدستوري بقراره على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممددة كل هذا يجعلنا إزاء سلطة تشريعية تخالف القانون والدستور وتفرض نفسها كسلطة أمر واقع تتقاضى أجورها من جيوب اللبنانيين وبتغطية من السلطة التنفيذية التي تغض الطرف عن تقصير المجلس النيابي سواء بالقيام بدوره كهيئة انتخابية أو تشريعية نعيم برجاوي قناة الجديد في الطريق إلى البيت الأبياد كلينتون تتفوق على ترامب في المنافرة الأولى بمصافحة وابتسامة انطلقت المناظرة الأولى بين المرشحين للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في جامعة هوفسترا قرب نيويورك بعد ذلك بدأ الهجوم والتراشق مصوبا كل منهما على سياسة الآخر الخارجية فاتهم ترامب إدارة أوباما وكلينتون بترك الشرق الأوسط في حال من الفوضى bueno president obama and secretary clinton created a vacuum the way they got out of Iraq because they got out they shouldn't have been in but once they got in the way they got out was a disaster and isis was formed so she talks about taking them out she's been doing a long time she's been trying to take them out for a long time but they wouldn't have even been formed if they left وعن الاتفاقية النووية مع إيران فقد رأت كلينتون أن إبرامها لا يظهر الكوة الدبلوماسية فيما جدد ترامب رفضه لها أما عنصريته فكانت منطلقا لهجوم جديد من كلينتون وكان المرشحان قد استهلا المناظرة بطرح وجهات نظر متباينة في شأن الاقتصاد الأمريكي أما أن اكتباب جديد من سماوات، يهم جديد من سماوات تتزوجها بأربع نقاط وبواقع 41% من أصوات المنتخبين تقدمت كلينتون على منافسها في هذه المناظرة الأولى ضمن ثلاث مناظرات تسبق الانتخابات المقررة في الثامن من تشرين الثاني المقبل وكشف استطلاع أجرته شبكة CNN بين المنتخبين الذين شاهدوا المناظرة الرئاسية أن كلينتون فازت بنسبة 62% فيما يعتقد 27% فقط ممن شاهدوا المناظرة أن ترامب كان الفائز الجيش السوري شن عنف هجوم له على مدينة حلب الشرقية وروسيا تكشف وثيقة اتفاقها مع الأمريكيين ومنظمة الصحة العالمية تطالب بفتح ممرات إنسانية فورا لنقل المرضى والجرحة بدأ الجيش السوري وحلفائه شن هجوم كبير على حلب الشرقية الهجوم يستهدف مناطق المعارضة من جبهات عدة وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية تقدمت في واجهة مقاتلي المعارضة في المدينة القديمة هجوم الجيش رافقه دعم جوي روسي ومساعدة إيرانية على الأرض وصفه السكان بغير المسبوخ في ضروته وقال التليفزيون السوري الرسمي إن القوات الحكومية سيطرت على منطقة قريبة من القلعة القديمة قرب السويقة إلا أن مسؤولا في المعارضة قال لوكالة رويترز إن القوات الحكومية سيطرت لفترة وجيزة على بعض المواقع لكنها اضطرت إلى الانسحاب هذا وأظهر مقطع فيديو صورته طائرة من دون طيار حجم الدمار الهائل في شرقي حلب منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا قبل أسبوع على جانب التركي انتقد وزير الخارجية التركي مولود شاووش أغلو عدم تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها إعادة الوحدات الكردية إلى غربي الفرات وقال شاووش أغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني إنه كيف يمكن الثقة بهذه الوحدات فيما هي لم تلتزم الطلب الأمريكي إن التعاون مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية في هجوم محتمل لانتزاع السيطرة على مدينة الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية يعرض مستقبل سوريا للخطر أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقد شككت من جهتها في إمكانية فرض منطقة حظر جوي في سوريا في ظل الوضع الراهن ومع التعقيدات التي دخلت على الميدان السوري دعت منظمة الصحة العالمية إلى توفير ممرات آمنة لنقل المرضى والمصابين من شرقي حلب لا سيما أنه لم يبقى سوى ثلاثين طبيبا يتعملون يوميا مع مئات الجرحى الذين يتلقون العلاج على الأرض في مستشفيات خالية من الإمدادات ومع انسداد أفق الحل السياسي أو إعادة إحياء الهدنة بدز تسريب وزارات الخارجية الروسية لنصف اتفاقية الهدنة الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية وفيه أن الأمريكيين كانوا يعرضون الكشف عن حزمة الاتفاقيات ما أثار تسؤالات عدة عن صدقيتها خصوصا عدم تأكيد الولايات المتحدة على نحو علني لالتزام بالفصل بين المعارضة المعتدلة وجبهة النصرة وتوجيه ضربات جوية مشتركة إلى الإرهابيين وقيام الخبراء الروس والأمريكيين بتحديد الأهداف وتنسيق الطلاعات الجوية أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من التقارير عن احتجاز أمريكيين في مكتب الأمن القومي في صنعاء معتبرة أن الاعتقالات تعرض للخطر جهود الحوثيين لتأكيد أنهم محاورون مسؤولون بعد الإعلان قانون الإيجارات سيف ذو حدين في دورته الأربعين وزير الاتصالات بطرس حرب يتقدم باقتراحات في مجلس وزراء الاتصالات العرب المنعقد في أبوظبي أبرزها إنترنت الأشياء وتوحيد تعريفات الرومينج بتنظيم من الأمانة العامة الفنية في جماعة الدول العربية ومكتب الاقتصاد المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف الذي يخضع للتحقيق في ملف الإنترنت غير الشرعي ناقش وزراء الاتصالات العرب عددا من الاتراحات التي ستقرر يوم غد الأربعاء في اجتماع مجلس الوزراء العرب واقترح الوزير حرب إنشاء هائة مالية استثمارية لدعم وإنتاج خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الإنترنت في كل الدول العربية ومساندة الشركات الناشئة اليوم المشاركة كانت بشاركة مفيدة جدا وأنا طبعا لبنان نائب رئيس المكتب التنفيذي تعدمنا بثلاثة اقتراحين أساسيين اقتراح إنشاء هيئة عربية لمساعدة الشباب العربي والصبايا العرب في طرح مبتكرات جديدة على الصعيد التكنولوجيا الحديثي وذلك من خلال إنشاء هيئة تدعمهم وتشاركهم لسنوات محدودة وبالتالي وتخرج بعد هذه السنوات بحيث أنه تفسح مجال أمام الشباب العربي لكي يجد الإمكانات المالية والدعم المطلوب لإطلاق مشاريع جديدة أما عن مشاركة عبد المنعم يوسف في المؤتمر قال حرب لا علاقة لمشاركة مدير عام في وزارتي في المؤتمرات بطبيعي أنه مدير العام مختص يكون حاضر المؤتمرات ما يجري على صعيد التحقيقات وأمر مفصل عن ما نقوم به نحن وزارتنا مستبرة وبالتالي نحن موقفنا بالنسبة للتحيات مثل ما أنا أعلنتها بالمجيد هو موقف متعاون مع القضاء لأنه نحن من مقبل أن يكون هناك خطأ أو ارتكابات في الوزارة التي أنا مسلمها وأنا أستجد تعيوه مع القضاء طبعا على أساس أنه أن يحاكم من مرتكب وأن يبرأ المعايير المرتكب البريء مشاركة الوزير بطرس حرف في اجتماعات انتعنا حصرا بقطاع الاتصالات لم تمنعه من التعليق على الحركة السياسية في الملف الرئاسي إذا كانت بعض القوى السياسية عم تفكر كيف بدأ تطلع من الأزمة بانتخاب مش العون أنا بات قيل بكونوا هني عم بيدمروا النظام السياسي اللبناني للقايم على قاعدة الانتخابات وعلى قاعدة تعيينه الفرد وبدأنا نخضع للفرد أنا زي كون ضربنا النظام الديمقراطي ضربنا ألية الانتخاب تبع رئيس جمهورية وبالتالي ضربنا صلاحيات رئيس جمهورية وفوتنا البلد في مغامرة جديدة بتصور أنه شبيهة بمغامرة الدول العربية التي اليوم تدمر ولبنان جوازها هذه يوم غد الأربعة يفتتح مجلس رزراء الاتصالات العرب أعماله بانتظار ما سيصدر عنه من قرارات الوزير ليس بوصعب يختتم زيارة حافلة لنيويورك تناولت توفير دعم دولي لتعليم اللبنانيين والنازحين زار وزير التربية والتعليم العالي ليس بوصعب الولايات المتحدة الأمريكية حيث شارك في اجتماعات تربوية عدة لدعم قطاع التربية في لبنان ولبا دعوة أمل وجورج كلوني الذين أطلقا مشروعا لتعليم الأطفال في لبنان من خلال بناء مدارس خاصة بالمشاركة مع مؤسسة سابس ووزارة التربية وحضر الوزير بوصعب طاولة مستديرة ضمت الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ورؤساء شركات عالمية لحضهم على مساعدة لبنان في تحمل أعباء أزمة النازحين ومن أبرز الاجتماعات التي شارك فيها بوصعب اجتماع تحالف الأعمال العالمي للتعليم الذي يهدف إلى جمع التبرعات لدعم التعليم في لبنان ويشمل أيضا النازحين السوريين الخلافات حول قانون الإجارات الجديد ما زالت محتدمة بين المستأجرين والمالكين منذ ستة وثلاثين عاما وهذه السيدة التي رفضت ظهور أمام الكاميرا خشية تعرضها للأذى تقيم في شقة متواضعة في حي البدوي في الأشرفية هذه السيدة باتت اليوم أمام أمرين أحلى همامر فإما أن تدفع إلى المالك 14 مليون ليرة وإما ترمى في الشارع مع زوجها المريض أنا مشكلتي أنه صاحب الملك استغفل جوزي أنا من 12 سنة أنا بمضي الأجار استغفلوا مضي الأجار وبيقلوا أنه الأينون نازل مضي على مليونه 450 ألف كنا ندفع 456 ألف بالسنة اتفجأت بعد جمعتين بيطلع بيقول لي إذا ما رح تتفعي لي حدك شهرين بزدك في الشارع وكبل لي البلاغ كبل لي الورقة قدام الباب بعت لي الدعوة بيقيمة 14 مليون و560 ألف قصة هذه المرأة تعود بنا عامين إلى الوراء يوم دخول قانون الإجارات الجديد حيز التنفيذ في الثامن والعشرين من كانون الأول عام 2014 ومذاك التاريخ وحرب الإجارات مشتعلة بين المالكين والمستأجرين عم ندفع كنا بالسنة 250 ألف بيجي سنة الماضية 2015 بقالنا أنه الأينون تطبع أساة 166 ألف بنا ندفع أوكي مش مشكلة قلنا له بندفع بس ما بنمضي نحنا لنشوف شو بصير بالأنون نحنا تحت سقف الأينون هلأ هالسنة 2016 بعتلنا أول شي بنا ندفع مليون مليون و400 ألف مليون و200 ألف دوبل وراح تصير 4 مليون و5 مليون بايتنا كله 40 متر بين مالك يحاول تطبيق القانون الذي يراه ساريا ومستأجر يراه غير قابل للتطبيق القانونيون أنفسهم اختلفوا القانون اليوم مطعوم فيه رجع مجلس النواب تاي يتعدل مش مفروض تكون كل هذه الأمور لو فيه دولة وفيه مسؤولين بيعلنوا وقف هذا القانون ما هو غير قابل للتطبيق يعلنوا وقفتا ما بقى مجلس الدستوري رد الطاقة لا مجلس الدستوري أبطل اللجنة اللجنة اللي هي أساسية ومحورية بها القانون هذا القانون وحدة متكاملة لا يتجزق ما منطبق جزء منه وجزء تاني بس منطبق سلسلة العقوبات على المستأجر المجلس الدستوري بالبداية قال أنه القانون نافذ القضاء بمختلف الدرجات بداية واستقناف وتمييز وصار صادر ألاف الأحكام بهذا الموضوع بتقرر بنفاذ القانون وبتطبيق القانون في حملة تحريض وتمرد على أحكام القانون عم بيدعوا أنه في ناس عم بمضون المالكين بطريقة غير شرعية أو بالغصب في عملية ترغيب وترهيب عم تمارس على المستأجرين أنا بقولك المستأجر أصبح بيتمنى الموت على أنه يشوف حاله برات المأجور في بعض المستأجرين من أصحاب المصالح الدايقة هؤلاء اللي ما بدون يدفعوا ما بدون يعطوا الناس حقهم أنا مالك بدي حقي ونقطع السطر قانون الإجارات الذي صنى كي لا يموت الراعي ولا يفنى الغنم هل أنصفت ضحية ومن هي دارين دعبوس قناة الجديد رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف تؤكد الوقوف إلى جانب مزارعي القمح الذين يهدد الكساد موسمهم استقبلت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف وفدا من مزارعي القمح في البقاء برئاسة رئيس تجمع مزارعي البقاء إبراهيم الترشيشي وجرى البحث في أزمة مواسم القمح هذا العام لسيما أن المحصول ما زال مكدسا في المستودعات والحقول ومهددا بالتلف من جراء تساقط الأمطار والمزارعين في انتظار أن تتسلمه وزارة الاقتصاد ولكل أضايا العادة والمشاكل العادة ورح تضلوا وقفيني رح تبع الموضوع مع وزير الاتصاد ومع رئيس الحكومة الانتراض وإن شاء الله نقدر اللبي لكم طلباتي أنه هذا آخر اجتماع سلمي بيكون اجتماعاتنا التاني كله وليقاتنا التاني كله حتكون على الطراب نحنا تحركنا حيكون تقريبا بين 5 الشهر وبين 15 الشهر ونحنا يا معالي وزير الاتصاد أخذنا منك وهوض كتير مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعقب الاجتماع أجدت سكاف اتصالات بكل من وزيري الزراع والاقتصاد الذين وعدا ببت هذا الملف وتسلم القمح في الأيام القليلة المقبلة جمعية المبرات الخيرية الرعائية للأيتام تقيم مهرجان الفرح والمحبة برعاية السفيرة الأممية سلوى غدار يونس في سياق مسيرتها الإنسانية بين لبنان وعدد من الدول العربية تستمر السفيرة الأممية الدكتورة سلوى غدار يونس في العمل الخيري على مختلف الميادين الاجتماعية والثقافية والإنسانية وفي هذا المجال وضمن نشاطاتها المتصلة بموقعها كسفيرة لبرنامج معنى نحو تنمية مستدامة رعت الدكتورة يونس أمهرجان الفرح والمحبة الذي تنظمه سنويا جمعية المبرات الخيرية الرعائية للأيتام واحتضرنا هذا العام نحو 750 يتيما من مختلف المناطق والطوائف والمذاهب لإسعاد طفولة بريئة شاء الكدر أن يحرمها عطف الأمومة أو الأبوة فحري بنا أن نرعاهم ونهتم بهم ونهتم بهم وبشؤونهم ونؤهرهم ونعطيهم مساحة من أوقاتنا وحياتنا وخبراتنا لأجل إسعادهم والخروج إلى حياة بزاد العلم والتقوى دون مننا كما تحدثت رئيسة لجنة النسائية في جمعية المبرات الخيرية فاديا دياب فأهلا أهلا وسهلا بكم أحبتي الوافدين من مختلف المناطق تتحملون مشقة المسافات لنشكل معا لوحة جميلة في الشكل والجوهر والمضمون وتخلل المهرجان نشاطات ترفيهية تنوعت بين عروض رياضية وألعاب خفة وسيرك وفي الختام وزعت السفيرة يونس الهدايا على الأطفال وأولمت على شرف الحضور بعنوان تعون طير طيارة وراء أقامت الحركة الثقافية في لبنان مركز سعيد أسعد فخري للتنمية الثقافية في الزراري نشاطا ترفيهيا شارك فيه أكثر من 300 شخص من الأطفال والكبار من مختلف المناطق اللبنانية وقد أطلق المشاركون 250 طائرة ورقية في وقت واحد وتخلل النشاط عزف موسيقي ولوحات راقصة إضافة إلى رسم على الوجوه بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني قسم الشباب في صيدة بعد الأعلان دكانة المعرّة الأخبار الفنية في تقرير لدارين شهين موسيقى مساء الخير الدكانة عنوان المعرض الثاني للفنان السوري المقيم بألمانيا بترس المعرّة بضم المعرض كتب رسوم بتذكرنا بأشياء كنا نشوفها بتكيكين أيام زمان بالإضافة إلى مجموعة قصص صغيرة وعلب وكتب عتيقة وقطع كروشي وضعت بلوحات ليحفظها من الدمار أو النسيين ببلد دعم تكلو الحرب سمينا الدكانة لأنه هو صار مجموعة اللوحات من اسم العدة مواضية وعدة ستايلات بقى مشان هيك لنا مثل أنه في مجموعة من الغراض مجموعة من التيمة حطينا هون مكان واحد ومن هون إجت الفكرة وكمان فكرة الدكانة كرمال للعالم ما كتير تحس أنه الصالح عرض وفن تشكيلي تخاف شوي تكون قريبة شوي أنه العالم تدخل أنه كأي مكان واحد ممكن يدخله ويشتري أي شي في لوحة اسم الدكانة اللي حطينا فيها كل الشغلات اللي كنا على زماننا مثلا قبل 30 سنة مثلا كنا صغارة أو 40 سنة حتى أنه شوفوا أشياء صغيرة كنا نحبها ونشتريها لما ناخد الخرجية من أهلنا الموجودة على الأرض حالي ما بتسر وشوي شوي عم نفقد كتير من زاكرتنا وهو كمان محاولة لتوسيق الزاكرة عم يجري مؤخرا النجم العالمي ليوناردو ديكابريو محادثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن مكافحة تغير المناخ وأعلن البيت الأبيض بأن رئيس أوباما وديكابريو رح يجتمعوا بالثالث من تشرين الأول مع عالم متخصصة بتغير المناخ لا منقشة ضرورة حماية الكوكب كرمال الأجيال المستقبلية وبعد اللقاء اللي رح يجرى بالبيت الأبيض رح يتم عرض فيلم ديكابريو الوثائق الجديد Before the Flood من ناحية تاني زارت النجم العالمية لينسي لوهن بعض اللاجئين السوريين بمستشفى باستنبول واتفقدت أحوالهم وقدمت لهم الهدايا لينسي ما كشفت عن موعد زيارتها حتى ما تشتزب الأضواء هذا كان كشي بالنسبة لنشرة فن الخبر للليلة وأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع نور مساء الخير أبرز ما حصل بالمناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى التي كانت تنتقل أخبارها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب هاشتاج مثل هو حركة الشم يلي ترامب عادة كذا مرة خلال المناظرة نشروا رواد مواقع التواصل صور وفيديوز مضحكة وأطلقوا هاشتاج ترامب سنفلز حتى أنه صار في صفحات خاصة بها الحركة شركة وولد ديزني أصبحت واحدة من الشرك يلي في احتمال أنها تشتري تويتر الأسبوع الماضي كانوا شرك سيلز فورس وجوجل مهتمين بشراء تويتر واليوم أعلنت شركة وولد ديزني أنها مهتمة ولكن هالشي ما بيعني أنه تويتر رح ينبيع على الأكيد فبايع أحد أكبر شبكات التواصل الاجتماعي بـ 20 مليار دولار هو لهلأ مجرد احتمال أصار ظهور فتاة محجبة بالمجلة الإباحية بلاي بوي يضج على مواقع التواصل الاجتماعي حيث شافوا الكثار أنه يلي عملته أمر غريب جدا نور تجوري صحفية أمريكية تبلغ من العمر 22 سنة بتقول بالمقابلة أنه كونها فتاة محجبة ساعدة على اكتساب سئة الناس وهي هدفة أنها تصير أول مقدمة برامج محجبة بتظهر على الشاشة التليفزيونية الأمريكية وبعد ما تلقت انتقادات كثيرة قالت نور عبر حسابة على تويتر أنه الناس بيتوقعوا منها تعليق أو شرح ولكن هي رح تترك الكل يطلعوا الكره يلي جواتهم ويروقوا وما تنسوا أن فيكن تابع أخبارنا على صفحة ترانز على الفيسبوك أو على صفحاتي على فيسبوك انستغرام أو تويتر هولي كانوا ترانز اليوم نشوفكم بكرة بنشر جديدة كان في النشرة في انتظار كلمة السر السعودية الحريري الفرنجي أنا تعبان هو دعم سليمين الفرنجي بعد ما تراجع عنها هل هذا يعني أنه ما بقيت راجع عنا أبدا؟ أبو فعور حج إلى الرياض وزار السراية وعين التيني وقلب بسيل على التفاح الجمل بما حمل هدية أهل الشمال لللواء أبراهيم خاتمة التقوى والسلام ضياع بين القرار الاتهامي والمعلومات فيه أضايا مذكورة بمحضر التحقيق ولكن غير مذكورة بالأرار الاتهامي روسيا تكشف مضمون وثيقة اتفاقها مع أمريكا بشأن سوريا ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد وعلى الفيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز الموعد الإخباري المقبل يأتيكم في السابع والنصف صباح